بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الخامس من المحور السابع والذي بعنوان Whole Shaft Basics Systems To obtain different types of feats, it is general practice to vary tolerance zone of one of the remaining parts معنى هذا الكلام أنه حتى نتحصل على أنواع الفيتس الثلاثة أو نتحكم فيها لابد أنه نثبت tolerance zone لواحدة من القطع بمعنى أنه تكون ثابتة وواضحة بالنسبة للشافت ونغيرها بالنسبة للعمود ثابتة للشافت ونغيرها بالنسبة للهول أو نثبتها بالنسبة للهول ونغيرها بالنسبة للشافت وهذا ما هو معنى ما يسمى بالهول based system أو بالشافت based system هنا معنى الbasic size تبع الهول فممكن أنه نغير مقاس أو tolerance على العمود الشافت فنتحصل على ماذا؟ فنتحصل هنا على clearance fit بما أنه maximum size تبع الشافت أصغر من minimum size تبع الهول هذا minimum size تبع الهول وهذا maximum هنا المكسيموم size تبع الشافت وهذا المينيموم في هذه الحالة معنى الترانزيشن فيت في الترانزيشن فيت هنا بالنسبة للانترفيرنس هنا باللاحظ أنه المكسيموم والمينيموم تبع الشافت أقل من المينيموم تبع الهول لكن المكسيموم موجودة داخل الانترفيرنس زون طوليرنس زون عفوا تبع الهول طبعا هذه الحالة رقم واحد من الحالات التي تشفناها في الترانزيشن فيت بالنسبة للانترفيرنس هنا باللاحظ أنه المكسيموم والمينيموم تبع الشافت أكبر وبرى المكسيموم والمينيموم توليرنس تبع الهول بالنسبة للشافت بيزد سيستم وهي الصورة الثانية الرسمة الثانية معانا البيزيك سايز موجود ومحدد على إيش؟ على الشافت هذا الشافت ونقوم بتغيير المقاس على الهول بالنسبة للحالة الأولى هي الكليرنس بما أنه المينيموم سايز على الهول أكبر من المكسيموم سايز على الشافت هنا الترانزيشن عفوا وهي الحالة الأولى زي ما شرحنا وهنا معانا انتيرفرنس فيت وهي إيش؟ وهي إنه معانا المينيموم سايز تبع الهول أصغر من المينيموم سايز تبع الشافت فعلى طول تكون ماذا؟ تكون انتيرفرنس فيت فبالنسبة للهول بيزد سيستم أما بالنسبة للشافت بيزد سيستم السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو الأفضل الهول بيزد سيستم أو الشافت بيزد سيستم؟ ما هو الأفضل؟ الأفضل هنا حسب طريقة التصنيع ويسر التصنيع وتكلفة التصنيع دائما وأبدا تصنيع الهول بنسبة للكوست بنسبة للهول بيكون مرتفع أكثر من الشافت دائما وأبدا في عمليات القطع عمليات القطع الداخلية تكون مكلفة أكثر من عمليات القطع الخارجية لما نجي نشتغل عمود شغل العمود هو شغل خارجي حتى ننزع المدى من الخارج هنا فنغير القطر ممكن نصغر في القطر هذه عملية غير مكلفة بالمقارنة مع ماذا؟ بالمقارنة مع تصنيع الهول لأنها عملية أول شيء داخلية ومكلفة بالنسبة للشافت وهي عملية قطع خارجية وبالتالي أفضل شيء أنه نحدد أو نثبت مقاس الهول ونغير مقاس الشافت بما أنه عملية تغيير المقاس على الشافت وتغيير القطر أيسر بكثير فأفضل شيء هنا دائما وأبدا في التصنيع نفضل ويخير ماذا؟ الهول بيزد سيستم هنا معنا رسم توضيحي لشافت بيزد سيستم والهول بيزد سيستم على التوضيح الزونز على كل مراحلها طبعا هنا الهول مينمم أكبر من الشافت مكسيمم فهذا إيش؟ كليرانس طبعا هنا الشافت مثبت والهول هو الذي يتغير شايفين الهول هو الذي يتغير من هنا إلى هنا إلى هنا لكن الشافت مثبت الشافت مثبت يأتي معنا في الوسط إيش؟ يأتي معنا في الوسط الترانزيشن هذي الترانزيشن فيد ويأتي معنا في الأخير هنا بما أنه المينمم تبع الشافت أكبر من المكسيمم تبع الهول هذا بيكون انتيرفرنس فيد انتيرفرنس فيد أما بالنسبة للجزء هنا الهول بيز السيستم ثبتنا مقاس الهول المينمم والماكسيمم أوكي وهذا الزيرو لاين وعملنا إيش؟ غيرنا في مقاس الشافت في هذا الموضع المكسيمم شافت أكبر أصغر عفوا من المينمم هول فهذه بتكون إيش؟ هذه بتكون كليرانس الحالة الوسطة هذه بتكون إيش؟ بتكون ترانزيشن والحالة الثالثة هذه الأخيرة بتكون ماذا؟ مدام المينمم شافت أكبر من المكسيمم هول هذه بتكون انتيرفرنس طريقة كتابة الفيت تكون بهذه الطريقة وهذا ما سيتم شرحه وبأمثلة في الجزء اللاحق بس الإشارة أنه هذه القيمة هي النومينال سايز أول شيء هنا والكابيتل لاتر تكون على الهول والتوليرانس هنا والسمال اللاور كيز لاتر هنا بتكون على الشافت هنا الشافت هنا الهول وهنا النومينال سايز موسيقى موسيقى